أهلا بحضراتكم من جديد و تريند الأهلي نهاردة بنتكلم على بعض التفاصيل الموجودة عبر السوشيال ميديا وبتركز أكتر على استعدادات الأهلي لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر وحملة الدفاع عن البطولة الحادات عشر إن شاء الله تكون النجمة جديدة تضاف إلى سلسلة بطولات ونجوم النادي الأهلي عشر ألقاب وبالتأكيد الفترة الجاية بإزدالها نسعى للقب جديد من دور أبطال إفريقيا نبدأ مع بعض تريند الأهلي والحساب الرسمي للأهرام على تويتر بيتكلموا على إن موسيماني بيعود للحرس القديم أمام بطل النيجر فيما معناها إن بيتسو موسيماني لا يملك سوى الاعتماد على الحرس القديم في مباراة الفريق المقبلة أمام بطل النيجر في زهاب الدور التمهيدي الثاني خاصة إن السفقات الجديدة اللي تم إبرامها خلال الفترة الأخيرة غير مقيدة في القائمة الإفريقية بيرسي تال ويس ميكي سوني حسام حسن كريم فؤاد عودة المعارين عمار حمدي أحمد عبدالقادر كل هؤلاء اللاعبين غير مقيدين للي تم قيدهم بعد القيد الإفريقي ما قفى اليوم 15-18 لكن لو بصينا لقائمة النادي الأهلي خلال الفترة الحالية بنتكلم في 33 اللاعب خرج منهم سعد سمير وأحمد رمضان بيكهم ناصر ماهر أيضا كمان جوني الأجاية مروان محسن والتر بولية وطبعا أفشا هيغيب عن هذه المباراة نتيجة طبعا نواخد أجازة لزواجه بنقول له ألف مبروك يا أفشا خلال الفترة اللي جاي ربنا يوفقك في حياتك الشخصية والأسرية وأيضا كمان محمود متولي لسه عايد من إصابة مش عارفين مدى إمكانية جهزيته فهيكون الآلم سافر بقوام حوالي 23 أو 24 لعب الفترة القادمة من ضمنهم أربع حراس مرمى الشناوي وعالي لطفي ومصطفى شبير وحمزة علاء هي مباراتين زهاب وعياب ثم بعد ذلك بقى لقاء دور المجموعات لما نتأهل إن شاء الله تقدر تديف الصفقات الجديدة وتكمل القيمة لأربعين لعب ويكون عندك سبع إضافات في الفترة اللي جاية وتبدأ البطولة مشوارها الجدي ابتداء من شهر فبراير من العام القادمة طيب نروح كمان للحساب الرسمي للمصري اليوم الرياضي على تويتر وبتكلموا على إن فيه نيولوك جديد لتدريبات النادي الأهلي طريقة جديدة لمسيماني في مراني الأهلي وسعادة من اللاعبين بتكلموا إن فيه تاكتيك مختلف في تدريب على بقرات العرضية تدريب على القرات السابتة تزديد من مسافات تابعينها كلها شغل تاكتيك للجهاز الفني في ظل إن فيه طبعا راحة وما فيش مباريات رسمية في التوقيت الحالي طيب نروح كمان لعمر السلية لعبنا عمر السلية واللي كان حديث الجميع خلال الفترة الأخيرة وهنا في التريند أكدنا أكتر من مرة أن عمر السلية باقي في الأهلي وهيجدد في النادي الأهلي بالأمس بالتأكيد تم النشر من خلال حسابات الرسمية في الفترة الأخيرة وعمر السلية كتب على حسابه الشخصي الحمد لله الذي أقرمني بفضله ثلاث سنوات جديدة أتشرف وأفتخر بهم بتمثيل النادي الأهلي أسعى إلى كتابة تاريخ جديد ومزيد من البطولات مع أعظم نادي في الكون شكرا جمهور الأهلي العظيم على الدعم الدائم شكرا يا عمر وبالتوفيق لك في المرحلة اللي جاية عمر السلية من اللعيبة أنا باعتبارها ما يسره في خط الوسط سواء في النادي الأهلي أو في منتخبنا الوطني وبعد الأجندة الدولية إن شاء الله هنبارك أيضا لعلي معلول في ظل حارة لغة كانت كتير قوي لكن برضو هنا في التريند أكدنا من أكتر من أسبوعين علي معلول باقي وما فيش أي مشاكل بينه بين الأهلي ونقاط بسيطة تم الاتفاق عليها وهيعلن بإذن الله عاقب الأجندة الدولية شكرا